ستيفن كوك كتب مقال فاكرين ستيفن كوك هذا الكاتب الذي يسير وفق مصالحه الشخصية ويتحرك وفق هواه السياسي فيه كاتب بيكتب بيحلل لكن توماس كوك عنده هوا سياسي هواه هوا إخواني بيعترافه عنده أهواء إخوانية بيكلم بيقول إن مصر هل تلعب دور في تخفيف حدة حرب غزة بتلعب يا سيد ستيفن كوك مصر بتلعب قبل أنت ما تتوند قبل أنت ما تعرف تمسك الألم مصر بتلعب دور في القضية الفلسطينية والقضية العربية قبل أن تتعلم أنت القراءة والكتابة قبل أن يتم في طامك عن تناول رضعة اللبن أنت كنت لسه بترضع ومصر بتقاوم ومصر بتحارم ومصر بتشوف أعتقد أن أنت كنت تشوف وتتابع لو كنت أمين في مع قراءت تشوف حجم الاتصالات اللي تمت مع رئيس مصر ومع الإدارة المصرية وكنت لو أنت أمين وأنا أشك أن أنت أمين ولو أنت مجرد وأنا أشك أن أنت مجرد أنه تتابع وتشوف الدرس اللي ادهي الرئيس السيسي لوزير خارجيتك بلينكين كنت تشوف المكالمات اللي تمت اتقال فيها يا إيه من الجانب المصري مصري قادرة مصري مش منتظرة تقييمك وبعدين بيتكلم بيقول تاني بيقول أنه السيسي عنده مشاكل والسيسي عنده أزمة شعبية والسيسي عنده بترجع له ليه انت جاي له ليه انت جاي بتخبط على بابه ليه انت جاي النهاردة محتاجه ليه ما انت شغال بقى لك عشر سيدين بتشتم وبتهاجم وبتسب وبتساعد الإخوان بتقعد مع الإخوان بتقابل الإخوان وبتقبض من الإخوان قلتلك وبعيد الكلام تاني لتومس كوكا وبيقول أنه مصر عندها مشاكل أربع مشاكل إزاي هتجيب الفلسطينيين عشان اقتصاده وتعبان والرهاب هيرجع في سيناء والمسئولية كزا لا بقوله لا كل كلامك غلط كل نقاطك الأربعة يا سيد تومس كوكا غلط ورجع قراءتك وتحليلك لأنه سبب رفض مصر لدخول الفلسطينيين ليس هذه الجملة من الأسباب اللي ذكرتها وإنما السبب الرئيسي والأوحد والوحيد هو إيمان مصر بالحق الفلسطيني وحضر وتحذير مصر من تصفيت القضاء الفلسطينية على حساب تهجير الفلسطينيين إلى سيناء أو إلى الأردن هو السبب الوحيد لرفض مصر دخول الفلسطينيين وتهجيرهم إلى سيناء لا اقتصاد ولا خوف بالأمن ولا ولاية إسلامية ولا كلام ده كله مصر القادرة مصر عندها يا سيد تومس كوكا ولا تسعة مليون لاج موجودين في مصر الرئيس اسمهم تأدبا منه ضيوف نقدر نحكم ونتحكم ونقدر نصرف ومند الناس بقول لي تومس ستيفن كوك بقول له انت بتعرفش يا مصر كل يوم الصبح الأفران المصري بتخمس كام رغيف 300 مليون رغيف كل صباح انت عارف 300 مليون رغيف بكام ب300 مليون جنيه كل صباح انت عارف بكام الرغيف يتباع بخمسة قروش يعني مصر كل يوم الصبح كل يوم الصبح 300 مليون جنيه عيش بس انت عارف يا سيد ستيفن كوك الدولار اللي انت عندك الدولار اللي بتجيب بيه خيارة الدولار اللي بتجيب بيه رغيف يعيش عندك بيجيب في مصر قدي 800 رغيف احسبوها الدولار بكام بتلاتين اربعين جنيه شوف الرغيف بخمسة ساغ يبقى عندك الربعمائة جنيه يجيبوا 800 رغيف 800 رغيف عزة ريلا 800 رغيف بدولار وجاية تقول لي مصر على شفة الافلاس ومصر قادرة ومش قادرة انت اللي مش فاهمين مصر بقول لك تاني وبقول لكل الناس بقول لعالم كله في مصر الدولار بيشتري 800 رغيف في مصر تقدر بدولار واحد تجيب 800 رغيف وارجعوا احسبوها احسبوها لي اولاد 800 رغيف بدولار واحد جاي بيقول لي اصل ومصر مش تقدر تجيب الغزاوية والفلسطينيين عشان الازمة الاقتصادية لا يا سيد انا عندي 9 مليون شغالين في مصر اكلين شربين عايشين رضيين مؤمنين موجودين في مصر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة